أين قال المسيح أنا الله؟ آسف أقول لصاحب السؤال أن هذا السؤال سازج شوية ليه؟ لأن أفلطون الجملة ليس العظيم ما يقوله عن نفسه ولكن العظيم ما يقوله الآخرون عنه المسيح يسوع لما يقول أنا الله طب يا صاحب السؤال سمعت السيسي وهو وقف يخطب ويقول كلمة يقول أنا السيسي؟ سبعت ترامب يقولك أنا ترامب؟ اللي يقول أنا فلان الفلاني ده النكرة عشان يعرف نفسه لكن هل الله يعرف نفسه؟ حتى الله نفسه في أي آية من آيات الكتب ربنا يقول أنا الله أنا الله ده لما يقولي أنا الله يعني معناها أنت مكنتش معروف وبتعرفنا على نفسك الله يظهر في أعماله وفي تصرفاته سلوكياته يعني عشان كده المسيح يسوع لما جي يتكلم عن نفسه قال إن كنتم لا تؤمنون بالكلام فأمنوا بالأعمال التي أنا أعملها لما أنا أسألك يا صاحب السؤال من في الكون الذي يقيم الموته؟ هو الله الله الذي يحيي ويميت والمسيح يسوع كان يقيم الموته كان يقيم الموته حاجة تانية لما نيجي نشوف المسيح يقول فتشوا الكتب يقصد اللي قالوه عنه الأنبياء من التكوين لملاخي اقرأ الكتب إن الإيت الكلام بينطبق على المسيح يبقى هو الله يعني مثلا لما يجي أشعية هالعزراء أشعية سبعة تحبت وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل وكلمة عمانوئيل معناها الله معنا دي ما تكفكش إن المسيح يسوع يقول أنا الله لما يجي في صحاح تسع أيضا يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبو الأبدية رئيس السلام مين هو الولد ده جيد الوقت تسألني لما يجي في العهد الجديد بولوس الرسول في تميساوس يقول عظيم هو السر التقوى تميساوس الأولى ثلاثة عظيم هو السر التقوى الله ظهر في الجسد لما يجي يا حبيبي في يحنى إنجيل يحنى أول افتتاحيته في البدء كان الكلمة خلي بالك الكلمة مؤنس والكلمة مذكر لما تنسب للكلمة المؤنس يبقى الكلمة الحروف الكلمات الورد لكن لما الكلمة تعطيها لقب المذكر تبقى الفرب يعني الفعل يعني العقل لأن لو كان يقصد الكلمة كلمة خارجة من الفم كان بيقول في البدء كانت الكلمة لكن ده بيقول لك في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله يعني العقل ده بتاع الله والكلمة تجسد وحل بيننا وبقى في وسطينا حتى عند إخواتنا المسلمين نفس الكلام لما جي يبشر الملاك العذرة مريم قال لها إنه يبشرك بكلمة منه اسمه مش اسمها كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريق مع إن الكرآن عمره ما يغلق في اللغة العربية أو التنوين لأنه هو أساس اللغة العربية فلما يقول كلمة اسمه كان كلمة اسمها لكن كلمة اسمه يعود على اسم اللي هو الكلمة كلمة الله وروح الله يبقى إذن هنا جايني دلوقت تقول لي أين قال المسيح عن الله الكتاب المقدس كله بيشرح إن المسيح هو الله بتقول أين طلب العبادة لنفسه روح في يحنى تسعة حينما تقابل المسيح يسوع أنا بجيب لك شزرات مش الكتاب كله يحنى تسعة لما تقابل مع المولود أعمى لما فتحه سألوا السؤال أتؤمن بابن الله قال له من هو ابن الله يا سيد حتى أؤمن به قال له اللي بيكلمك هو هو ماذا فعل المولود أعمى لتفتحه قال أؤمن يا سيد والسجد له ولا ينبغي السجود إلا لله وحده يحنى لما جه يسجد للملاك الملاك منعه قال له أنا عبد معك أسجد لله كرنيليوس في أعمال الرسل عشرة لما جه يسجد لبطرس منعه وقال له أنا إنسان لأن الآية واضحة لموسى النبي للرب إلهك وحده تسجد وإياه وحده تعبد فكونوا يوافق على طلب السجود إذن يا إما إن هو الله الذي يعبد وإما إن المسيح ده هرطوقي ما يصلحش كمان إن يكون نبي مضلل للناس لما تيجي تقول لي أين قال أنا ظهر في الجسد دي تروح تقرأها في تميساوس الأولى ثلاثة عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد في يحنى واحد الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي في حضن الآب أنا في الآب والآب فيه هو خبر آخر سؤال بتسألوني بتقول لي حينئذن أجاب قوما من الكتب والفرسين خائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية هما بقت الآيات أي المعجزات أدمنوها فقالهم لا أنت عبارة عن جيل شرير وفاسق بس أنا هديكم آية واحدة هي آية يونان النبي تيجي تقول لي إيه آية يونان النبي أقولك ما قالها المسيح كان يونان في بطن الحوت سلاسة أيام وسلاس ليالي لأن يونان دخل في بطن الحوت كأنه قبر وده رمز وبعد ثلاثة أيام الحوت لطز يونان وطلعه والمسيح هيبقى في القبر ثلاثة أيام وبعد كده يقوم يبقى هي دي لأن شخصية يونان هي كانت عبارة عن معجزة بس يونان كان هارب من الله لكن يسوع جاي مطيع وبيقول له لتكن لا إرادتي بل إرادتك وأطاح حتى الموت موت الصديق ترجمة نانسي قنع